لم تترك القاعدة أبيا إلا وقد محت عنها آثار المدينة ووضعت بصمتها بقوة على كل المساحات وعندما وصلت قوات الجيش الوطني إلى المحافظة كان الجميع في انتظار أن تستقر أبيا ولو جزئيا وقد تحقق لها بعض ذلك المطلب بدأ النازحون بالعودة واستعادت المكاتب التنفيذية بعضا من أنشطتها دفع ذلك خلايا التنظيم الإرهابي إلى محاولة العودة والظهور وإن بصورة متقطعة عاد أفراده من الجبال لتنفيذ عمليات في أماكن متفرقة معكرين بها صفو الانتصار الذي أعلن في أغسطس الفائد تركوا عبوات ناسفة في أماكن مجهولة بعضها تم العثور عليها بعدها انتقل التنظيم إلى خوض مواجهات مباشرة مع قوات الجيش كان آخرها ما شهده الطريق الدولي الرابط بين حضر موت وأبيا حيث هجم عناصر التنظيم نقطة أمنية هناك وبحسب مصادر محلية فقد أودت بحياة جنود وجرح آخرين وقبل هذا الهجوم كانت حملة أمنية في الطريق إلى منطقة شقرة ساحلية قد تعرضت لهجوم مباغت سقط على إثره خمسة جنود وعدد غير محصور من عناصر القاعدة قالت المصادر أيضا أن الحملة كانت تهدف إلى تحرير موقع سيطر عليه التنظيم في وقت سابق دون قتال واتخذ منه مقرا لعدد من عملياته التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في أبيا كثيرة لكنها وبحسب محللين عسكريين فإنها تفتقر إلى المعلومات الدقيقة وحسابات التوقع والذي من شأنه أن يحد من عدد الضحايا بين الجنود والمدنيين ترجمة نانسي قنقر